طيب عايزة تكلم كمان عن حبك للتاريخ يعني حريك تكلمي عن التاريخ وكأنك بتحكي قصة حلوة جميلة جدا وواضح أنك بتحب التاريخ جدا كل رواياتك فيها لمحة تاريخية بتعرض بطريقة مختلفة سر حبك للتاريخ وشايف قد إيه مهم أن احنا نعيد البحث في تاريخنا مرة تانية التاريخ طبعا جزء من الهوية المصرية يعني احنا كمصريين أول حاجة بنعرف بها نفسنا أن احنا منبص للتاريخ الفرعوني منبص للتاريخ الإسلامي يعني احنا من الشعوب اللي عندها تاريخ طويل قوي فعشان كده ما نقدرش ان احنا حتى نعرف احنا مين من غير ما نبص للجانب التاريخي لكن هي المشكلة ان احنا فيه مناطق في التاريخ فيها يعني مظلمة جدا بالنسبة لنا مش عارفين عنها كتير فعلا محتاجين ان احنا نعرف عنها كتير عشان ده سعيدنا ان احنا نفهم الحاضر بتاعنا ونقدر نفهم نفسنا كمان أكتر فانا لقيت ان التاريخي الحقيقي متعلى ان هو زي ما تكوني بتكتشفي حاجات جديدة مش مجرد انت بتقري في التاريخ انت خطيف المدرسة مثلا او خطيف الجامعة لأ ده انا كل ما بتعمق كل ما بكتشف حاجات جديدة جدا وحاجات رائعة وكأنها كنز ما لا يفنع يعني فعلا حاجات جديدة